دشنت هجمته السابع من أكتوبر مرحلة جديدة من الفتور في العلاقات بين الأمم المتحدة وإسرائيل ليبدأ الجانبان بتقاذف الاتهامات بشأن ما يجري في غزة البداية كانت بتوجيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اللوم لإسرائيل مع الدعوة لتحرك دبلوماسي عاجل لوقف الكارثة الإنسانية في غزة إسرائيل لم تستسغ مواقف جوتيريش حيث اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلية السابق إليكوهين أن الأمم المتحدة متحيزة لحماس ولا مكان لمنهج متوازن داخل المنظمة الهجمة الإسرائيلية ظلت متواصلة عندما استخدم الدبلوماسيون الإسرائيليون منصاتهم في الأمم المتحدة للتنديد بالمنظمة الدولية منذ بدء الحرب على قطاع غزة ولكن بينما كان اهتمام العالم منصبا على مجريات جلسة محكمة العدل الدولية انتقد المسؤولون الإسرائيليون منظمة الصحة العالمية وهيئات أممية أخرى واتهمت تل أبيب الصحة العالمية بالتواطئ مع حركة حماس خلال الحرب الدائرة في القطاع منذ السابع من أكتوبر المنصرم وزعمت إسرائيل أن منظمة الصحة العالمية تجاهلت أدلة تظهر أن حركة حماس استخدمت مستشفيات في غزة لأغراض وصفتها بالإرهابية بالمقابل فندى المدير العام لصحة العالمية تلك الإدعاءات مؤكدا أن المنظمة الأممية محايدة وتعمل من أجل صحة جميع الناس كما أن خلاف إسرائيل مع الأمم المتحدة ذهب إلى ما هو أبعد حيث انتقدت توقيت إعلان الأنروا عن طردها موظفين يزعم تورطهم بهجوم السابع من أكتوبر معتبرة أن الإعلان عنه جاء بالتزامن مع قرار المحكمة الدولية ليس بريئا